السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معنا مشاهدينا متتبعين الأفاضل عبر قناتنا في اليوتيوب في جولة جديدة سياحية بامتياز وكيف معودناكم في فيديوهات سوف نسافروا بكم عبر جوالات ونضفوا بكم عبر مختلف الشوارع للممكان المغربية وكذا بالخارج وبطبيعة الحال كيفما أشارنا في الفيديو السابق فأحنا بطبيعة الحال اللي كانت واجدوا بمدينة الضار البيضاء وكيفما صورنا لكم بجوانب عين دياب مارينا موروكو مول وأنفا بليس فهذا المرة بطبيعة الحال مشينا بعض من الشوارع ومنها أشهر شارع بمدينة الضار البيضاء اللي هي العاصمة المقتصدية المملكة اللي هو شارع الزرقطوني فكيفما كتعرفوا شارع الزرقطوني هو قبلة واسعة وهو ملتقى بطبيعة الحال لبعض الشركات فكيفما كتعرفوا دار البيضاء هذه المدينة معروفة بزخم للشركات أو التوجد ديالها يعني لف داخل ديال المدينة أو خارج المدينة ولكن خصوصا بشارع الزرقطوني كيفما كتعرفوا أن الأكثر اللي بارتكولية كما كان قلوه الناس اللي كيفتحوا محالات مقاهيم مطاعم متجير إلى آخره وهو بطبيعة الحال كيتواجدوا هنا وكالات خاصة بطبيعة الحال وعامة إضافة إلى بعض من الخدمات وكذا المباني الرئيسية كيفما كتعرفوا نظر البيضاء كتوفر لمباني يعني طول ديالها يعني كيكون عالي جدا فهذا نظرا لتواجد الشركات وإضافة إلى الناس الذين يعني يقطنون هناك وطبيعة الحال يعني شارع الزرقطوني غني على كل تعريف فقبل منه كيكون يعني بصاجة أو كما كان قولوا ممر الذي يؤدي إلى توين سنتر بطبيعة الحال كيفما كتعرفوهما الأبراج التوأم كما كان قولوا بالعربية فإلى مشينا الشارع الزرقطوني وتزن على المقاهي والمطاعم والشاركات فهو يعني شارع كبير جدا نظرا لأن الضربية تتوفر على مساحة كثيرة خصوصا في وسط المدينة وكيفما كتعرفوا بأن هذا الشارع يؤدي مباشرة إلى معلمة تاريخية من أرق العواليم بالمملكة وهي مسجد الحسن الثاني فإذا تكلمنا على شارع الزرقطوني وهو شارع كبير وكيكون فيه بزاف الوسائل للتنقل منها الحافلات منها الطاكسيات منه الطرامواء بطبيعة الحال إضافة إلى مختلف يعني الوسائل فهذا الشيء اللي كيكون واحد الاكتضاد بحكم أن الدار البيضاء كتوفر على بزاف ديال المناطق وكثفة سكان ديالها تعداد ديالها يعني كيتجاوز نصف سكان المغرب نظرا لتوسع المساحة والعمران كذلك فبالنسبة للشارع الزرقطوني هو قبلة واسعة وهو ملتقة خاصة لجميع الناس بطبيعة الحال منهم المستخدمين منهم الناس اللي عايشين في كازا ومنهم الناس اللي دخلين في كازا وكيفما تشوفوا هذا الشارع يعني رائع جدا شوفوا المباني يعني الأسطح ديالها الأعلي ديالها شوفوا أشجار النخيل بطبيعة الحال يعني هذا المنظر يوحي لنا المدينة مراكوش فش كندخلوا لها يعني أشجار النخيل دائما حاضرة في كل زمن وكل مكان بالمملكة المغربية وخصوصا خصوصا بمدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية للمملكة وكيفما تشوفوا متتبعين مشاهدين الأفاضل فهنا احطينا الرحالة وصلنا بطبيعة الحال بكم إلى المدخل الرئيسي لشارع المؤدي بطبيعة الحال هالطريقي المؤدي لشارع الحسن الثاني فكيفما تشوفوا يعني مختلف الطرق ولكن هاد الشارع صراحة هذا الزرطني هو اللي مختصر وكي أدي مباشرة إلى الواجهة كيفما تشوفوا على المحيط الأطلسي اللي كتطلع على الشارع الحسن الثاني وإضافة إلى ذلك سيجدون الكثير من الرسومات الجرافيكية على المباني لمدينة كازا فإلى أجلبكم الفيديو لا تنسوش الضغط على زر لايك وسبسكرايب يعني سابوني وبرتجيه معنا لأن الفيديو شارف على النهاية وقلنا أسفل التعليق كيف جدتكم هذه الجولة دينا وشكرا شكرا شكرا